اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص تويتر من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات بعدها نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق تويتر في هذه النافذة الخاصة نضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول الأسفل نضغط هنا على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف نقوم بالذهب إلى متشر جوجل هنا نقوم بالضغط على متشر جوجل ثم سوف تجد هنا تحديد على تويتر تقوم بالتخطي عليه ليتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم أتنسوا الشراك والضغط على الزر لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله